مشاهدين أهلا ومرحبا بكم مع مغيب شمس اليوم نفر حجاج بيت الله الحرام إلى مزدلفة لجمع الجمرات وسط تنظيم عالي مستوى لرجال الأمن والسلطات المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية نعم وكان ضيوف الرحمن قد وقفوا اليوم في صعيد عرفات الطاهر متضرعين إلى المولى عز وجل بقبول الحج وأن ينعم على الأمة الإسلامية بالأمن والأمانة أيها الحجاج من الرحمة بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم لمناسك الحج بفعله فقد خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة ثم أذن فأقام وصلى الظهر مقصورة الركعتين ثم أقام فصلى العصر مقصورة الركعتين بعد ذلك وقف في عرفة على ناقته يذكر الله ويدعوه فلما غرب قرص الشمس سار إلى مزدلفة توافدت جموع حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم إلى عرفة وشهدوا اليوم الوقفة الكبرى على صعيد عرفات وقضوا الركن العظم من أركان حجهم وساد الهدوء والسكين جموع الحجاج في نفرتهم المباركة من عرفات إلى مزدلفة التي تمت بكل سهولة ويسر وأمن تحت إشراف رجال الأمن والمرور وقوى الأمن الداخلي والحرس الوطني ليقوم حجاج بيت الله الحرام بجمع الجمرات في مزدلفة وساهمت مشروعات الطرق والأنفاق والجسور التي نفذتها المملكة العربية السعودية في انسياب حركة السيارات والمشاوة تخفيف من الاختناقات في الوصول إلى مزدلفة وتضاعفت جهود الجهات السعودية المعنية بشؤون الحج في عملية تنظيم والإرشاد والمساعدة للحجاج للوصول إلى مزدلفة لجمع الجمرات وحرصت المملكة العربية السعودية على سلام الضيوف الرحمن وتابعت الطائرات العمودية حركة النفرة موجهة من خلال غرفة العمليات ومركز القيادة والسيطرة إلى مواقع الكثافة على الطرق للعمل على تسهيل حركة النفرة ولعبت أيضا بعثة الحج الكويتية دورا هاما في تسهيل عملية الحج للحجاج الكويتيين وتوفير كافة التسهيلات لهم ترجمة نانسي قنقر